بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلاب صنة ربعة إدارة الأعمال أهلاً وسهلاً بكم في المحاضرة الثالثة نواصل حديثنا مراقبة الإنتاج اتكلمنا في المرة اللي فاتت عن تخطيط الكل للإنتاج النهاردة هنتكلم عن الجدولة الرئيسية للإنتاج نحن نقولنا في المرة اللي فاتت أو في أول مرة أن مستويات تخطيط الإنتاج بتبدأ بالتخطيط الاستراتيجي ثم تخطيط الكل للإنتاج أو سمعت تجاوزاً تخطيط الإنتاج ثم الجدولة الرئيسية للإنتاج وهي تحتل المستوى الثالث اللي هي موضوع محاضرتنا النهاردة ثم تخطيط الاحتياجات من المواد وفي النهاية الجدولة التفصيلية للإنتاج دي اللي هي بنسميها مستويات تخطيط الإنتاج وإحنا قلنا إنه التخطيط للإنتاج لما نيجي نعمل تخطيط كل للإنتاج فيه عندنا تخطيط وفيه عندنا خطة التخطيط اللي هو التشغيل أو العمل أو المهمة اللي بنقوم بيها الناتج اللي هو الخطة فالتخطيط هو العمل أو التشغيل والناتج هو الخطة فإحنا بعد ما نخلص تخطيط الإنتاج المخرج هو الخطة خطة الإنتاج بنبدأ في عملية الجدولة الرئيسية والجدولة الرئيسية هي برضو مهمة تشغيلية ناتجها الجدول الجدول الرئيسي للإنتاج في موضوعنا الجدولة الرئيسية للإنتاج هنتكلم عن مفهوم الجدولة الرئيسية هنتكلم عن الفرق بين خطة الإنتاج والجدول الرئيسي هنتكلم عن هدف الجدولة الرئيسية للإنتاج هنتكلم عن مدخلات ومخرجات الجدولة الرئيسية للإنتاج وبعدين هنتكلم عن الشكل العام للجدول الرئيسي وناخد بعض الحالات الطبيقية الجدولة الرئيسية زي ما قلت هو التشغيل أو المهمة اللي بنقوم بيها وناتج الجدولة الرئيسية هي الجدول وده طبعاً امتداد لمفهوم تخطيط الإنتاج اللي تكلمنا عنه قلنا ان تخطيط الإنتاج هو ذلك المستوى من التخطيط الذي يغطي فترة متوسطة الأجل ويحدد كميات الإنتاج بوحدات قياس عامة خلي بالك من عامة يعني احنا بنعيد سلايت دي لان اخدناها قبل كده عشان كلمة عامة وحدات قياس عامة لان احنا زي ما قلنا في المياه الغازية بنقول حل انتك كزا لتر مياه غازية محددناش كام كولك محددناش كام بورتغان محددناش كام لمون في ورشة النجارة قلنا حنعمل كزا متر خشب ما قلناش حنعمل كم مضة نوم وكم سفرة وكم مطبخ محددناش هذا الكلام في الفندق يعني برضو في الفندق بتحدد بوحدة قياس عامة بتبقى عنده حجورات سنجل لفرض واحد يعني او حجورات مزدوجة او عنده اجنحة الفندق لما بيجي يخطط بيخطط برضو وحط وحدات قياس عامة يقول انا عايز نسبة اشغال عايز نسبة اشغال لكن ما بيقولش ان انا حشغل كزا سنجل وكزا بابل وكزا جناح هفون فتخطيط الانتاج بيحدد كميات الانتاج بوحدات قياس عامة وتوقيت انتاج هذه الكميات خلال الفترة بنخطط فيها بما يعمل على اشباع الطلب في حدود الطاقة المتاحة وهي زي ما قلت انا في اول مرة التقيت بكم فيها هي تخطيط الانتاج تتلخص في كلمتين تحقيق التوازن بين الطاقة ايه هو بقى الجدول الرئيسي للانتاج الجدول الرئيسي اللي هناك تخلي بالك في تفتيت الانتاج كانت خطة عامة جدول الرئيسي للانتاج هو خطة تفصيلية هنجي بقى دلوقتي بقى احنا لو مصنع مية غزية نقول هنمتج كزا كولا كزا برتقان كزا لمون لو احنا ورشة نجارة هنقول هنعمل كزا عودة نوم هنعمل كزا مطبخ هنعمل كزا هنعمل كزا حجرة جلوس او صالون اه فهنا خطة تفصيلية بنحدد فيها كميات الانتاج من المنتجات النهائية او الاجزاء وتوقيت انتاج هذه الكميات يو احنا دخلنا دلوقتي بدل ما كنا عامة في الخطة الكلية هندخل في تفصيلي في الجدول الرئيسي للانتاج بنحدد في هذه المرحلة ايه الفرق بين خطة الانتاج والجدول الرئيسي الفرق هو الات خطة الانتاج بتحطها الادارة العليا فالادارة العليا لكن الجدول الرئيسي دي مسئولية ادارة الانتاج الادارة الانتاج هنا ادارة وسطة ادارة وسطة وخطة الانتاج بتوضع الاول وهو اللي بيحصل بتبقى فيه خطة اعمال وبعدين خطة انتاج وخطة التسويق الاخر فاحنا دلوقتي في خطة الانتاج فخطة الانتاج بتحطها الادارة العليا الجدول الرئيسي بتحط الادارة الوسطة اي ان الخطة الانتاج توضع اولا ثم في ضوء خطة الانتاج دي نحط الجدول الرئيسي الجدول الرئيسية زي ما قلنا أسف خطة الانتاج زي بقولنا تعد على أساس عائلات منتجات فاكرين عائلات منتجات الصور اللي شفناها في المحاضرة حضرناها مع بعض في المحاضرة اللي فاتت شفنا صور التلاجات عائلات التلاجات عائلات الحلل وهكذا فتعد الخطة الانتاج على أساس عائلات منتجات أو ساعات عمل أو قيم مالية زي ما احنا شرحنا أو خامات كمية خامات زي ما قلنا في حالة المصنع الموبيلي الجدول الرئيسي بتعد على أساس منتجات محددة وكلمة محددة يعني بنذكر نوعية المنتج هنا مش عام زي ما كان المرة اللي فات الخطة الخطة الانتاج الخطة الانتاج بتراجع بتعد لفترة من شهر إلى ستة شهور وحينا نتصل إلى أكتر من كده وتراجع وتحدث وتراجع شهريا لكن الجدول الرئيسي بيحدث ويراجع أسبوعيا وبيوضع في ضوء زي ما احنا قلنا في ضوء خطة الانتاج الخطة الانتاج خطة الانتاج بتحدد الطاقة المطلوبة بتحدد الطاقة المطلوبة احنا شرحنا كلمة الطاقة شرحنا كلمة الطاقة اللي هي القدرة على الانتاج يعني هو في خطة الانتاج بالله انا بالامكانيات اللي عندي عايز اعمل شغل كذا ييجي هنا في الجدول الرئيسي يروح بقى ايه يخصص الطاقة الطاقة يعني لو اعتبرناها مثلا مقاسة بساعات عمل يوزعها على الانتاج اللي عنده يقول مثلا والله انا هنتج المنتج الف ده في خصص له مثلا كذا شهر المنتج الوراء كذا شهر المنتج التات كذا شهر فده الانتاج والجدول الرئيسي للانتاج ايه هو هدف الجدول الرئيسي للانتاج يمكن هدف الجدول الرئيسي للانتاج هنا واحنا بنعمل الجدول الرئيسي للانتاج بيبقى فيه الزبايل احنا تنبأنا وعرفنا طلباتهم وعرفنا احتياجاتهم الى اخره لو بننتج للسوق او لو هننتج للطلب وحنتكلم عن حكاية الانتاج للسوق والانتاج للطلب دي في المحاضرة بعد اللي جاية في الانتاج للسوق ان انا بنتج السلعة واترحها في السوق الناس تشتري للسوق طب وانا عرف ازاي الناس عايز ايه بالتنبؤ لكن في بعض المصانع ولا بعض الاعمال مقدرش انا انتج السلعة ونزلها في السوق واللي عايز يشتري لا ده مراز ما استنى الزبون لغاية ما ييجي عندي ويقول لي انا عايز الحاجة الفلانية ويحدد الموصفات واتفق معاه وقبض منه العربون فده بنسميه انتاج للطلب فهدف الجدول الرئيسي للانتاج سواء كان انتاج للسوق او انتاج للطلب ان احنا عايزين نحدد موعد تنفيذ كل منتج عشان يبقى جاهز للتسليم في المعاد اللي اتفقنا عليه مع العميد عشان ما اتأخرش عشان سمعتي في السوق عشان يبقى عندي مصداقية فانا عايز لما ييجي فلان الفلاني ده ويتفق معايا ويقول لنا عايز الحاجة الفلانية مثلا في اول شهر ابريل على سبيل المثال انا مقدرش اقول له اه لا غير لما بص في الجدول الرئيسي وبص في الجدول الرئيسي وشوف انا فاضي ولا لأ في المعادة اقدر اسلمه في المعادة ولا لأ فانا عندي الجدول الرئيسي ابو الصفي هذا الهدف من الهدف الهدف الثاني ان انا بعمل الجدول ده عشان استغل الطاقة افضل استغلال ممكن مجيش فوقت احمل على المكان ازيد من اللازم وفوقت من الاوقات ابقى من غير شب على السبيل المثال او لمزيد من التوضيح وكان لازم اقول قبل اللقطة تانية هي الجدولة الجدولة الرئيسية للانتاج الكلمة الجدولة جاي من جدول ايه هو الجدول؟ الجدول بيبقى في الكلمة جدول الجدول بيبقى في موعيد زي ما نقول جدول الدراسي جدول المحاضرات بيبقى في موعيد في سطر كده فيه المعيد من 8 إلى 9 من 9 إلى 10 من 10 إلى 11 من 11 إلى 12 من 12 إلى 1 من 1 إلى 2 من 2 إلى 3 إلى 3 إلى 4 وفيه على الجانب الأيام يعني مثلا احنا كنا بنقول والله في الأيام العادية كنا بنقول من 8 إلى 9 ونص تخطيط الإنتاج من 9 ونص من 8 إلى 9 ونص يوم الثلاث تخطيط الإنتاج من 9 ونص لغاية 11 تسويق وهكذا فهو ده الجدول فالجدول الرئيسي الانتاج جاية من جدول والجدول فيه مواعيد وفيه توزيع المواعيد دي على الأيام وعلى المواد بتاعتنا فهنا أنا لما بعمل الجدول ببقى هدفي حاجتين إن كل محاضر ده في المحاضرات كل محاضر يبقى عارف معاده يبقى يجعل معاد ده نمرة واحد نمرة اتنين احنا لما نعمل الجدول علشان ما نجيشي نحط في معاد معين مادتين في نفس الوقت يعني ما ينفعش مسأل من 8 إلى 9 ونص احط مثلا انتاجه تسويق في نفس المعاد ليه؟ لأنه مش همين فيهم مين فيهم اللي حينفز فإذا نعرف إزاي بنبص في الجدول من 8 إلى 9 إلى 10 إلى 10 ديئة هي مشغولة ولا مش مشغولة؟ آه ده مشغولة فيها انتاج فيها تخطيط مرابط انتاج دي بقى نشوف بقى في الموعيد التالي وده الهدف التاني اللي هو الكفاءة في استغلال الطاقة بتجلب التحميل الزائد يعني ما ينفعش في نفس المعاد أحط حاجتين اسمه تحميل زائد لما تحط أكتر من حاجة على نفس الشيء اسمه تحميل زائد ومعنى كلمة تحميل كلمة تحميل هنبقى نشرحها برضو مرة تانية التحميل العب اللي أنا بديهولك أو الواجب اللي أنا بديهولك أو الحاجة اللي بكلفك بيها اسمها توزيع للأعمال أو توزيع للمهام فكلمة التحميل يقصد بها توزيع المهام أو تخصصها يعني مثلا على سبيل المثال برضو احنا لما نقول مثلا في المثال اللي كنا نتكلم عنه في المحاضرات نقول والله احنا عندنا يوم الثلاث من ثمانية ده في الأوقات العادية من ثمانية إلى تسعة ونص تخطيط إنتاج من تسعة ونص إلى أحداشر تسويق إلى آخر طلب السنة الرابعة طب هما حيعودوا فين آه حيعودوا في المدرج رقم عشرة يبقى أنا ما جيشي أنا في المدرج ده في المعادة أحط حد تاني يبقى أنا حملت آزياد حملت آزياد وطبعا مش هينفع فإحنا لما بنيجي نعمل الجدول الرئيسي كده الجدول الرئيسي الإنتاج يبقى هدفنا كده الزبون جاي يطلب طلبية يبقى آه احنا فاضين ولا مش فاضين في المعادة اللي هو عايز ونقدر ندهار في المعادة اللي هو عايز ولا لا نبص في الجدول فلما نبص في الجدول آه والله ده احنا مشغولين يبقى ما نقدرش نحمل زيادة آه أو احنا فاضين يبقى ايه مثلا أو مدام احنا فاضين يبقى نقبل هذه الطلبية فإذا الخلاصة يعني هدف الجدول الرئيسي الإنتاج تحديد مواعي التنفيذ كل منتج ليكون جاهزا للتسليم في المعادة المتفق عليه مع العميل أو الكفاءة في استغلال الطاقة بإن احنا ما نحملش أزياد لإن احنا بنرفق الآلات أو نشغل إضافي ما تيجي التصغير إضافي أو أقل من الطاقة ده اللي هو الهدف الجدول الرئيسي شوف ده هذا الهدف بفكرنا بهدف تخطيط الإنتاج هدف تخطيط الإنتاج زي ما احنا قلنا كان هدف عام وأهدف فرعية الهدف العام كنا عايزين نستغل استغلال الأمس للموارد المتاحة ما يبقاش فيه برضو توقفات أو أعطان ده كان الهدف العام الهدف الفرعية قلنا عايزين والله إحنا ما نخزنش وقلنا من الأهداف الفرعية أن إحنا عايزين نقلل التغيرات في كمية الإنتاج ما يجيش فترة أنت بكميات كبيرة وفترة أنت بكميات أقل وقلنا أن إحنا نقلل تغيرات مستوى العمالة ما نجيش في فترة من الفترات نعين عمالة وفترة نفصل نقلل خلي بقوله نقلل مش نمنع سنقول ما أنت قلتن من ضمن استراتيجيات الإنتاج التعين والفصل لا إحنا بنقوله نقلل هذه العملية لأنه زي ما شخنا العملية دي مكلفة برضه من أهداف تخطيط الإنتاج أن نحن نحسن كفاية استغلال المعدات وهنا الجدولة الرئيسية بتوضح لده إزاي يستغل المعدات يعني لو كان المعدات المكان الفلاني دي عايزينها في المعادة الفلاني طب هي فاضية ولا لا نبص في الجدول أو المدرج الفلاني عايزينه في المعادة طب هو فاضي ولا لا نبص في الجدول تحسين كفاية استغلال المعدات أو الإمكانيات وبالتالي لو عملت الأربع حاجات دول يبقى أنا هحسن خدمة العملاء وهتنخفض التكاليف ده في المقالل أهداف تخطيط الإنتاج وبين أهداف الجدولة الرئيسية للإنتاج الجدولة الرئيسية زي ما احنا قلنا هي نظام وأي نظام في الدنيا بيتكون من مدخلات ومخرجات وتحول الجدول الرئيسية المدخلات بتاعته ثلاث حاجات التنبؤات وطلبات العملاء وخطة الإنتاج دول الثلاث مدخلات الرئيسية اللي عندنا والتنبؤات اللي هو تقدير الطلب المتوقع في فترة معينة الطلب على المنتج الرئيسي لو بننتج منتج رئيسي أو لو عندنا بننتج أجزاء زي مثلا مصنع العربيات وبينتج عربيات وبينتج قطع غيار عشان يبيع على الأصحاب العربيات القديمة وبينتبأ بالطلب الرئيسي على العربيات كام ويتنبأ بالأجزاء أو المكونات أو قطع الغيار للطلب عليها كام فده نسميها تنبؤات وده بيكون في الغالب في الصناعات اللي بتنتج للسوق زي ما قلت شرح بسيط لفكرة الانتاج للسوق وده يختلف عن الانتاج للطلب الانتاج للطلب محبما نعتمدش فيه على التنبؤ بنعتمد فيه على الحضور الفعل للعميل زي ما قلتلك ويحدد مواصفات ونقبض منه العربون فده بنسميه انتاج للطلب وإذا كنا بنتنبأ بنتنبأ بالمكونات اللازمة للانتاج لكن ما قدرش أعرف يعني الرجل بتاع اللي بينتج الموبيلية ده ما قدرش يقول أنا حنتك كم صفرة وكم مطبخ إنما يقول أنا حشتغل يقدر 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 الاحتياجات من الخشب فإذا كان بيتنبأ بيتنبأ بالمكونات لكن المنتج نفسه ومواصفاته لا ما قدرش لازم نستنى لما يجي العميل وعشان كده طلباته العملاء المهم أنا عايز الثلاث حاجات دول عايز التنبؤات وعايز خطة طلبات العملاء وعايز خطة الانتاج اللي احنا وضعناها من الثلاث حاجات دول بنروح نعمل الجدول الرئيسي للانتاج خلي بالك هقولنا الجدول الرئيسي وحطينا وراك المتجريبي يعني ايه تجريبي يعني ده مش نهائي عارفين زي ايه زي لو سيبنا الصناعة وروحنا مثلا للمحاضرات انا دلوقتي عندي في الكلية عندي مثلا العربي وعندي الانجليزي وعندي الفرنسي وعندي ساعات معتمدة وعندي ماجستير وعندي دكتوراه الى اخر وانا عايز اوزع المحاضرات على الاماكن وعلى الايام وعلى الدكاترة فبيجي اللي بيعمل الجدول ده يشوف كل دكتور انت يناسبك المعاد الفلاني اه هو يحطني مثلا مثلا يقول يا محمد يا فهمي انا حطت لك يوم السابط تخطيط انتاني ممكن ابل وممكن ارفض فانا لو رفضت اقول له لا انا مش فاضي في اليوم السابط ده انا عندي شغل تاني في مكان تاني في المعاد ده يبقى هو احطني اه ارجع اقول له لا يروح يشلني يبقى اذا اللي حطه ده اللي حطه في الجدول ده ده تجريبي مش نهائي ممكن يعدل ممكن يعدل فاحنا بنعمل الجدول الرئيسي التجريبي ولما نعمل الجدول الرئيسي التجريبي بعد ما بنعمله نشوف لو نرجع تاني للصناعة انا نزلت في المعاد الفلاني ان اقولت والله انا هنتج المنتج الفلاني والمنتج الفلاني ده عايز خمات وعايز مكن وعايز مش عارف ايه فبعد ما حطيت الجدول اجي ابص طب هي المادة الخام هتبقى موجودة في المعاد ده ولا لا المورد ها حيورد لنا في المعاد ده او مش هيقدر يورد لا العميل مش هيقدر يورد لنا انا لازلتها في المعاد الفلاني ده هل المواد اللي عندي تكفي او هل المورد هيبعت لنا الخام اه والله المواد مثلا زي ما احنا بنقول المواد ما تكفيش او المورد مش هيبعت لي يبقى نرجع نعاد للكدول ونشيلها من المكان ونحطها في مكان نعادل الجدول وعشان كده بنسميه زي ما قلت لكم تجريبي لا والله فيه المواد الخام وفيه الطاقة كافية يبقى بنبتدي بقى خلاص اللي حطناه في الجدول اللي نعتمده ونثبته اذا المدخلات هي التنبؤات والخطة وطلبات العملاء التحول هو عملية الحسبة اللي بنعملها دي يلتماش مع المواد والطاقة ولا لا هي ده التحول المخرج اللي هو الجدول الرئيسي الثابت بناخد الجدول الرئيسي الثابت اللي ثبتنا ده ونروح نعتمد عليه في حاجة تانية اللي هي تخطيط الاحتياجات من المواد ده اللي هو مدخلات ومخرجات الجدول الرئيسي للإنتاج شوف طب الجدول ده شكل ايه الجدول ده بيبقى شكله بالشكل ده جدول زي جدول المحاضر زي جدول المحاضر اهو بس هنا عشان نتكلم عن منتجات وصناعها فبنقول والله العنصر اللي هننتجه اسمه ايه وفي جوار العرف ان احنا العناصر ما نتعاملش معاها بمسميات بنديها محاضر تخطيط الانتاج يوم الاربع يوم الثلاث آسف مثلا هتاخد ساعة ونص ممكن ان نضم المحاضرتين في محاضرة واحدة ونقول اه والله ده فترة تخطيط الانتاج دي مادة تخطيط الانتاج هتبقى مثلا من تمانية تغايد الساعة 11 بقى ضميت المحاضرتين مع بعض في محاضرة واحدة وبالتاني مش حيكون في يوم الخميس مثلا فده اللي هي فترة الانتاج وبعدين حجم الدفعة وحيبقى لقاء آخر في مفهوم حجم الدفعة وبعدين في الصناعة بيبقى المنتج اللي بننتجه فيه منه مخزون بنسميه مخزون الامان فدي اللي بيسموها الترويسة اللي بتبقى موجودة في الجدول فوق في الجدول وبعدين الجدول بيبقى بالشكل هذا الفترة واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة يعني اليوم الاول او التاني او التالت او الرابع او الخامس او في جدول حضرات زي ما والثمان او التسعة من تسعة العشر من عشر العشر من عشر الاثناش الاخرة او الاسبوع الاول من السنة الاسبوع الثاني من السنة الاسبوع الثالث من السنة او الشهر الاول من السنة الشهر الثاني من السنة الشهر التنبؤات يبقى دي الفترة والفترة الفترة يجي وراها على طول التنبؤات او تقديرات الطلب نحنا قلنا المدخلات التنبؤات والطلب وخطة الانتاج التنبؤات والطلب وبعدين هتبقى فيه خانة فاضية هنقول لكم عليها وبعدين فيه الخانة اللي بعد كده اسمها مخزون اول المدة والخانة اللي بعد كده اللي هي فيها كمية الانتاج اللي احنا مقدرينها كمية الانتاج والخانة اللي بعد كده اللي هي كمية الانتاج وبعدين بعد كمية الانتاج الخانة اللي بعد كده هتكون مخزون اخر المدة وبعدين فيه خانة في الاخر برضو هنبقى نقول لكم عليها ده اللي هو الشكل العام لجدول الانتاج هنجري فيه بعض التعديلات البسيطة زي ما هنشوف دلوقتي ولكن قبل الخانة البسيطة الجدول ده اللي احنا الجدول ده اللي احنا شوفناه دلوقتي الفترة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة الفترات دي اللي نزل اللي نزل فيها الجدول الفترة الزمنية للجدول للرئيس الانتاج الفترة واحد او الشهر الاول او الاسبوع الاول ومخطوط تحتها التنبؤات او مخطوط فيها زي ما احنا بنقول مخزون اول المدة او مخطوط فيها كمية الانتاج كمية الانتاج اللي نزل في الفترة اتنين دي في الاسبوع اتنين الاسبوع اتنين ده ايه 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 اللي هتعمله في الاسبوع اتنين قال الفترة هنا يقصد بها الفترة اللي فاتت اللي تكلمنا عنها واحد اتنين ثلاثة اربعة الفترة دي يقصد بها الفترة اللي هنسلم فيها المنتج الفترة اللي هنسلم فيها المنتج يعني لما أقول كمية الإنتاج في الأسبوع الثاني ولا الأسبوع الثالث مثلاً 15 يعني إحنا هنسلم 15 وحدة من هذا المنتج في الأسبوع الثالث وإمتى في الأسبوع الثالث في نهاية الأسبوع الثالث يبقى خلي بالك الفترة دي فيها المفصلحين هي الفترة اللي هنسلم فيها المنتج يكون خلص ونسلمه وفي نفس الوقت في نهاية الفترة لأنه ممكن فيه البداية ممكن في النص ممكن في الآخر فهي الفترة اللي هنسلم فيها وهي وتكون الفترة دي يعني لما نقول واحد يعني في نهاية اليوم الأول أو نهاية الأسبوع الأول أو نهاية الأسبوع الشهر الأول أو نهاية السنة الأولى على حسب من تعامل الفترة وإحنا عشان نتفق مع العميل على المعادل اللي هنسلم فيه المنتج ده يتوقف على حكتين طبيعة المنتج ووقت الانتاج في منتجات بسيطة تاخد لها ساعة ساعتين وفي منتجات اما هتعمل ما فيها النوع ولا هتعمل عربية ولا هتعمل مش عارف ايه تاخد لها سنين تاخد لها سنين ده اللي احنا نقصده بطبيعة المنتج ووقت الانتاج ووقت الانتاج ووقت الانتاج عندنا فيه درس انتاج وقت الانتاج انا عشان ايجي اصنع منتج فاللي بيحصل ايه باشتري المواد الخام وبعد ما اشتري المواد الخام المواد الخام دي راح اصنعها اعمل منها اجزاء يعني زي العربي العربية مكونة من تجميعات الموتور جهازنا على الحركة مش عارف شموع الاحتراق مش عارف ايه فاحنا الاول بنجيب المادة الخام وبعدين صنع الاجزاء وبعد ما نصنع الاجزاء راح نجمع الاجزاء وبعد ما نجمع الاجزاء نطلع المنتج التام بعد ما نطلع المنتج التام نروح بقى قد يكون متفق مع العميل ان انا اوصلها له لغاية لعنده اوصلها له لغاية عنده فده هياخد مني وقت مجموع هذه الاوقات اللي هي شراء المواد زي التصنيع الاجزاء زي التجميع هذه الاجزاء زي التكوين المنتج التام زي الوقت التوصيل للمنتج للعميل مجموع هذه الاوقات بتسمى وقت الانتاج. وبالتالي انا عشان اتفق مع عميل لازم احس اقول له هسلمك امتى لازم احس بشوف عندي المواد الخام ولا ما عنديش ما عنديش. هاشتريها. طب هتاخد قدية? هتاخد اسبوعين. طيب وبعدين عشان نصنع عملية التصنيع الاجزاء دي هتاخد لها جمان تلات اسابيع. وبعدين نجمع الاجزاء مع بعضها البعض هتاخد لها اسبوعين. اسبوعين شراء. ثلاثة تصنيع. اسبوعين تجميع. يبقى وصلنا بالشكل ده الى سبعة. وبعدين هنوصلها لغاية المستهلك. هتاخد لها اسبوع. يبقى ثمن اسابيع. فاذا انا ما اقدرش لما يجي الزبون ويقول لي انا عايزها في الاسبوع رقم اربعة. ما اقدرش انا اقول له اه. ده بافتراض كمان ان انا ما عنديش شوق. فبالتالي انا ما اقدرش اسلمه قبل ثمن اسابيع. ما ده بفرض ان انا ما عنديش شوق. لكن لو كان انا مشغول. ها وما عنديش الامكانيات في هذه الفترة. وانا اعرف ازاي اعرف من الجدول. فلا يمكن الاتفاق مع العميل. على وقت تسليم المنتج. قبل مجموع الوقات التي قلنا عليها دي. وعشان كده حتى بيقول بل من المرغوب في الاغراض المرونة. يعني ايه المرونة محدش اننا نظروه. ممكن تحصل اعطاك. ان احنا لو هي هتاخد ثمن اسابيع نقول له والله تسع عشان عاملين حساب الظروف وعملين حساب الطوارئ. حالة وحيدة بس نقدر نسلم فيها قبل وقت الانتاج المستقر اذا كان عندي هناك مخزون من المكونات. للانتاج. الفترة الزمنية او الفترة الزمنية دي اللي اللي على اساسها بيعد الجدول الرئيسي. بس واحنا بنصنع الاجزاء واحنا بنصنع المكونات. نخلي بالنا من حاجة. التصنيع او التجميع ده. فيه حاجة اسمها تصنيع او تجميع او عمل بالتوازي. فيه حاجة اسمها بالتتابع. ايه بقى كلمة بالتوازي او بالتتابع. بالتوازي يعني اكتر من حاجة شغالة في نفس الوقت. يعني لو افترضنا انا محمد فهمي شغال يوم التلات محاضرة من تمانية لتسعة ونصف. في مدرج عشر. هتلاقي في حد تاني شغال في نفس الوقت من تمانية لتسعة ونصف. في مجرد في مدرج احسين النوري او مدرج افطفى زوير او مدرج عباس شافعي او مدرج مدرج اي مدرج اخر. يبقى الناس فيه غير يشغالين في نفس الوقت وفي نفس المعاد. فاحنا هنا في هذه الحالة اسمنا شغالين بالتوازي. شغالين بالتوازي. التوازي كلمة التشغيل بالتوازي يقصد به ان العمليات تؤدى في نفس الوقت. ولا تعتمد على بعضها البعض. ده شغال وده شغال وده شغال. محدش بياثر على التاني. لكن التشغيل بالتتابع او التنفيذ بالتتابع. لا ده لازم حاجة تتعمل الاول او واحد يدخل الاول وبعدين واحد يدخل وراه. تتابع بالتسالسل. يعني مثلا يوم يوم الثلاث مثلا يوم الثلاث زي ما احنا افترضنا. من تمانية لتسعة ونص تخطيط انتاء. وراها يبقى وراها يعني يتبعها. يليها. يبقى يتبعها بالتتابع او يليها بالتتالي اللي جاي وراها التسويق او بحوط التسويق. من تمانية لتسعة ونص يوم الخميس تخطيط انتاء. يتبعها او يليها. من تسعة ونص لغاية الساحباشر. اثلا اللي هو الاستثمار. فاذا في هذه الحالة في توازي وفي تتابع. توازي يعني اكتر من حاجة شغالة في نفس الوقت. تتابع لازم حاجة تتم الاول وحاجة تتم وراها. ماشيين بالتسلسل. طب. اه اصح لما تيجي تحسب لما تيجي تحسب وقت الانتاج. بتشوف كده لو في عملية ما. يتوقف وقت تنفيذ على عدة عمليات سابقة. يعني في عملية عايزين نعملها. وعشان نعملها في لازم حاجات تتم قبليها. في حاجات لازم تتم قبليها. اكتر من حاجة تتم قبليها. اكتر من حاجة تتم قبليها. فاحنا مش حنقدر نبتدي في العملية اللي بنتكلم عنها دي. الا بعد ما يخلص العمليات اللي قبليها. ولو كان العمليات اللي قبليها في اكتر من عملية بتؤدى في نفس الوقت. يعني بالتوازي. طب. نعمل ايه? وفي واحد مثلا العملية اللي قبليها مثلا في بعضها اكتر من عملية. في بعضها بياخد مثلا يمين وبعضها بياخد تلاتة وبعضها بياخد خمسة. طب انا لما ابتدي في العملية اللي بتكلم عنه أنا ما قدرش ابتدي في العملية دي غير بعد ما قدرش ابتدي في العملية دي غير بعد ما تخلص كل العمليات السابقة عشان كده بيقول إذا كان في عملية ما يتوقف وقت تنفيذ على عدة عمليات السابقة تؤدى بالتوازي يبقى عشان ابتدي في العملية دي اللي بنسميها عملية ما لازم اللي قبليها يخلص طب اللي قبليها عشان يخلص في أكتر من حاجة طب أحسب إزاي الوقت قال لك شوف أطول وحدة بتاخد كام وبعد أطول وحدة ما تخلص دي نبتدي في العملية اللي حنتكلم عنها مثال احنا مثلا دلوقتي احنا عندنا خمس أفراد والعمليات اللي حتم كالتالي حنعمل اجتماع مثلا حنعمل اجتماع الخمس أفراد والحيعملوا اجتماع يوم الخميس مثلا طيب عشان الاجتماع يبدأ العملية بدء الاجتماع عشان الاجتماع يبدأ يبقى لازم الناس تحضر يبقى فيه الحضور الأول وبعدين الاجتماع افرض الخمس أفراد دول ابراهيم وعلي وطارق وحسان ومنصور ابراهيم مثلا والله احنا قلنا بدء الاجتماع الساعة 9 بدء الاجتماع الساعة 9 ابراهيم جاء الساعة 8 نقدر نبدأ الاجتماع لا ما نقدرش نبدأ الاجتماع هو جاء الساعة 2 جاء قبلها بساعة طارق جاء الساعة 8 يوروب نقدر نبدأ الاجتماع لا هو نقدرش نبدأ الاجتماع لأن لازم كلهم يبقوا موجودين علي جاء الساعة 8 ونص ما نقدرش برضو خالد جاء الساعة 9 لا خمسة مش عارف الاخير ده جاء الساعة 9 بالزبط يبقى اذا ما نقدرش نبدأ الاجتماع بالبعد ما كلهم يكونوا موجودين وهم كلهم يكونوا موجودين في هذه الحالة لو تواجدوا الساعة 9 بالزبط يبقى نبدأ الاجتماع الساعة 9 فاذا كان هناك فاحنا حددنا هنا على اساس اطول واحد جاء اخر واحد جاء بعده يتم الاجتماع عشان نوضح هذه العملية ناخد مثال مثال رقمي في عميل جايلي العميل اللي جايلي ده عايزني اسلمه المنتج ألف والمنتج ألف ده بيقولي والله أنا عايزه بعد 7 أسابيع من دلوقتي طيب أنا بصيت في المنتج ومش عارفي قلت آه ده المنتج ده هو مكون من به وجيم ألف ده مكون من به وجيم ودال فلازم به وجيم ودال دول الجزء به وجيم وجزء ده لازم يكونوا عندي عشان أبتدي أشبكهم أو أجمعهم في بعض يدوني ألف عملية التشبيك أو التجميع ده عشان يدوني ألف دي عايزه لها اسبوعين به وجيم ودال به دي بنشتريها بنجيبها من بره وجيم ودال بنعملهم عندنا في الوارشة بس به اللي بنجيبه من بره المورد ما بيبعته لي يعني التصل بالمورد يبعته لي بعد 6 أسابيع جيم ودال بنعملهم عندنا في الوارشة واحد تصنيعه بياخد 3 أسابيع وواحد تصنيعه بياخد 4 أسابيع والزبون جاي بيقول لي والله أنا عايز لك تسلمني دي بعد 7 أسابيع أوافق ولا موافقش هل يمكن قبول طلب العميل إن احنا نسلمه في الجدول نسلمه في الأسبوع السادس وبالتالي حيبقى نحطه في الجدول في الأسبوع السادس إن احنا هنسلم هذا العميل الطلبية بتاعته في الأسبوع رقم 6 ولا ما نقدرش فأنا بنجي نشوف عشان نشوف بنقول والله نحنا عندنا أهو فيه دال وجيم وبه دول لازم يكونوا موجودين دال وجيم وبه لازم يكونوا موجودين علشان أجمعهم مع بعض وشبكهم يدوني ألف إذن دال وجيم وبه دي عمليات متوازية يعني ما فيش واحدة متوقفة على التانية لكن ألف متوقفة على إنه دال تكون خلصت وجيم تكون خلصت وبه تكون خلصت يبقى هيا ألف دي ألف دال جيم به دال وجيم به يتنفزه الأول وبعدين ألف يبقى ده تتابع لكن دال وجيم وبه زي ما أنت شايف ماشيين بالتوازي طيب يبقى فأنا أحسن بالوقت بقى دال عايزلها أربعة أسابية جيم عايزلها ثلاث أسابية با عايزلها ست أسابية يبقى أنا هبتدي بقى في دال أبتدي أشتغل ألف إمتى قال والله يشوف هو مين أطول وقت في العمليات اللي تؤتى بالتوازي اللي هي دال وجيم به أطول وقت اللي هو اللي هو به هياخد ست أسابيع فإذا حتى أنا لو وفرت جيم في ثلاث أسابيع ما أنا مش حاضر أشاب الجيم مع دال وبغير لما يكونوا موجودين الثلاثين التانيين أنا خلصت جيم فبقى خلص خلصته يبقى حيترك اللي غاية لما نخلص دال وبه زي اللي جاء الساعة تمانية لكن احنا لا بدناش نبتمع غير الساعة تسعة فإذا بناخد أطول واحد فيهم اللي هو ستة يبقى حنبتدي نجمع دال وجيمه به بعد ستة أسابيع يعني بعد ستة أسابيع حنبتدي نجمع لأنه به عايزلها ست أسابيع جيم عايزلها تلاتة ده العايزل خلصها في تلاتة خلاص تروح المخزن لغاية لما يجيب أو نبتديها متأخر ونعمل حسابنا نقلصها بحيس تكون جاهزة على الأسبوع رقم ستة من بدء التنفيذ خلاص يبقى ده هناخد أطول واحد فيهم ستة وبعدين لما يتجمعوا الثنين التانيين هو واخدين وقت أقل فخلصانين من قبل كده يبقى بالتالي يبقى خلي بالك أنا بجمعش أربعة زي تلاتة زي ستة أنا باخد الأطول اللي فيهم اللي هو ستة وبعدين هبتدي أجمع عايزة لها كام عايزة لها عايزة لها أسبوعين يبقى ستة زاد اتنين يبقى تمانين يبقى احنا مش هنقدر نخلص المنتج قالت داغر بعد ثمن أسابيع من الآن من الآن وبالتالي هو عايزها زي ما هو يقول في الأسبوع السابع يقول له لا والله ما نقدرش لحنا الإمكانيات عندنا ما تسمحش أو ممكن يكون عندنا شكل آخر زي ما احنا بنقول لكن لكن هو بيقول لو به ده طب موجود منه في المخزن آه لو موجود منه في المخزن يبقى إذا احنا مش هنتصل بالمورد ده هي عموجودة حطرة عندنا يبقى مين الأطول دلوقتي أربعة وثلاثة فبناخد أربعة يبقى أربعة زاد اتنين ستة أو عايزة يقول له يبقى على السبعة نقول له آه ممكن فإذا احنا عشان نحسب الوقت فبنختار الأطول ده فيما يتعلق بإزاي نحدد الفترة الانتاج طيب هنا فيه سؤال هل أنا نزلت دلوقتي حطيت طلبية فلان الفلاني في الجدول في الأسبوع رقم ستة أو في الأسبوع الفلاني في الأسبوع رقم سابع قادر أغير مواعيد المواعيد اللي نزلت في الجدول دي يعني أبدر طلبية وأخر طلبية هل يمكن توعدي للمواعيد المدرجة في الجدول الرئيس قال شوف إن إحنا نعدل في المواعيد مغير ده بيعمل لمشاكل ليه بيعمل لمشاكل كتر التغيير في الجدول تقدم طلبية وتأخر طلبية بيرفع التكاليف ويخفض الانتاجي إزاي يعني يرفع التكاليف قال آه أصلاك إنت لما تيجي متفق إنك إنت هتسلم واحد بعد بعد بكرة وتيجي تقول والله مثلا إحنا هنبتدي ننفذ بكرة وتيجي نعمال جاية والناس جاية لا ده إحنا يا جماعة مش هننفذ طلبية فلان بكرة لا ده هنأجلها وننفذ طلبية واحد غيره يبقى بيؤدي إلى إرباك طب والخمات اللي جات بتاعة الطلبية اللي كنا عاملين حسابها هنحطها في المغزن هتتحمل تكاليف تخزين الإرباك ده يؤدي لانخفاض الانتجية وحيحملنا تكاليل عشان كده كتر التغييرات في الجدول يعمل لمشاكل لإيه هي المشاكل ارتفاع التكاليف وانخفاض الانتجية أيو بس الزبون ده اللي جاي عايزنا لطالب التعديل وعايزين نعملها له مستعجل ده زبون يهمنا وبنربح من وراه فإذا لو انت ما تقوليش والله انا مش فاضي انت في هذه الحالة الجدول بتاع الجدول جامد ما تقدرش تعمل هاي تغيير فحيسيبك الزبون بتاعك ده ويروح لواحد تاني لسوق خدمة العملاء او انت يعني عشان زي ما احنا قلنا مرة ومرات عشان ما يروح ش لواحد تاني ننتج ونخزن فحيزود المخزون يبقى الجمود يؤدي لمشكلة سوق خدمة العملاء وزيادة المخزون كدر التغيير يؤدي لمشكلة ارتفاع التكاليف والخفاض الانتجاه طب ما نعمل ايه العايزين نعمل توازن توازن اه نسمح بالتغيير بس ايه في حدود نسمح بالتغيير بس في حدود بنقسم الجدول الرئيسي الى اربع فترات الفترة اللي جاية القريبة دي اللي حنبتدي ننفس فيها بنسميها الفترة المجمدة انا اسف معلش هي الفترة المجمدة مش الفترة السابقة الفترة المجمدة والفترة المجمدة دي ما نقدرش نعدل فيها في الجدول الرئيسي لأن التعديل ده بيعمل لمشاكل ما بنعدلش إلا في الظروف 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 القاهرة ومش أي حد يقدر يعدل غير بعد ما ياخد موافقة الإدارة العولية. ايه الظروف القاهرة زي ما يصغلن دلوقتي احنا نعمل حسابنا وننتج حاجة معينة وبعدين حصل وباقى لو افترضنا ان احنا هننتج أدوية ولا مش عارفينه. يبقى نغير بقى علشان ايه اهود يا ده نغيرنا معادل محاضرة مش عارفين على الناس هتصاب فالفترة المجمدة دي منعدلش نغير فيها إلا في الظروف القاهرة او الظروف الغير العادية وبموافقة الإدارة العلية. الفترة اللي قابليها الفترة اللي قابليها والفترة المجمدة دي الفترة القريبة اللي هي مثلا حنبتدي ننفس بكرة. الفترة اسمها الفترة الثابتة الفترة الثابتة الفترة دي اه نسمح فيها بتعديل بس نسمح فيها تعديل مش مش على نطاق واسع برضو في الظروف الاستثنائية الظروف الاستثنائية اللي هي بتستجد مثلا اه والله ما فيش مادة خامة مش عارف اه الماكنة مش فاضية يعني او تعطلت اه ففي هذه الفترة اه نسمح فيها بالتعديل الفترة التالتة اسمها الفترة المملوعة والكاملة هو اصلا بيبقى فاتح الجدول وتيجي الناس اتفق وتيجي الناس اتفق اللي يتفق اروح مسجله انا في الجدول فالفترة المملوعة والكاملة دي الفترة التالتة ودي ابعد من الفترة السبتة دي اللي هي بنخصص فيها الطحق وزي ما قلت بنخصص يعني بنحجز لك معات بنحجز لك معات وهي دي ممكن يسمح فيها بالتغيير لان قدامنا متسع من الوقت الفترة الرابعة بيسموها الفترة المفتوحة واللي فيها بنستقبل الطلبات ونقبل الاوامر دي الاربع فترات يبقى اذا منقسمهم للفترات دي عشان نعالج المشاكل بتاع الجمود وعشان نعالج المشاكل بتاعة كثرة التغيير يبقى الفترة مجمدة ما نغيرش فيها مطلقا الا في الظروف الظروف القائرة وبموافقة الادارة العليا الفترة المفتوحة اي حد دي يجي هنقوله اه والله ويحطه في المعاد الفترة المملوعة بالكامل اه خصصناها ووزعناها ويسمح فيها بالتغيير يسمح فيها بالتغيير بس لما يسمح فيها بالتغيير ما فيش زيادة في التكلفة اه في زيادة في التكلفة بس احنا عايزين نرضى العميد الفترة الثابتة لا يسمح فيها في التعديل الا في الظروف الاستثنائية ما ننساش النمرة واحد اللي هي الفترة المجمدة وليست الفترة الثابتة ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا وقالapse النهار والشكل بعد الشكل اللي قلنا عليه ثلاث Barrforce اي شوه بالفترة اللي سنتصني هكذا والرقم اللي هي تكتب هنا فالنهاية الفترة ثم التنبؤات ثم مخزون النهار قبل المدة ثم كمية الإنتاج بالجادول الرئيسي وبعدين مخزون آخر المدة وبعدين خانة فاضحة لما نجي نشوف لو دلوقتي أنا حسلم في أسبوع ما في الأسبوع نقول الثاني أو الأسبوع الأول مقدر التنبؤ أو الطلب حيكون 30 وفيه في المخزن 20 أنا عندي في المخزن 20 والطلب 30 هل اللي موجود يكفي لا ما يكفيش يبقى حننتج حننتج كام حنقول لكم حننتج كام دلوقتي بننتج حاجة اسمها حجم الدفعة الإنتاجية طب افرض الطلب 30 وموجود في المخزن 50 اللي موجود يكفي يكفي ويزيد يبقى خلاص مش حننتج عشان كده احنا بنحسب بعض الحاجات بنحسب مخزون مخزون أول المدة ده مخزون أول المدة اللي بنسجله ده مخزون 4000 اللي بنسجله مخزونоров بنحنا بنقوله في التنبؤات وعينها فضيا بعد المخزون أول مدة مخزون أول مدة معينا هو مخزون المتبقي من الفترة السابقة مخزون الأول مدة معينا هو مخزون آخر المدة السابقة فكنا شرحنا هذا الكلام في تخطيط الكل للإنتاج وبعدين هنفرق بين حالتين لما نحسب كمية الإنتاج نقلنا التنبؤات بعدين خلو فاضيه وبعدين مخزون أول مدة مخزون أول مدة ده نجيبه منين هو مخزون آخر المدة السابقة وعليها نخسب كمية الإنتاج بالجدول كمية الإنتاج نخسبها بالجدول ولكن والله نفرق بين حالتين إيه هم الحالتين؟ الحالة الأولينية إن في عندي مخزون أمان ولا لا ولذلك مخزون أول المدة اللي عندي ده نروح ونشوفه ونقرنه بالتنبؤات فلو مخزون أول المدة يكفي يبقى خير ما يكفيش يبقى حننتج فعشان كده بنقول لك احسب رصيد المخزون رصيد المخزون ده نحسبه إزاي هو عبارة عن مخزون أول المدة ناقص التنبؤات أو الطلب فلو مخزون أول المدة خمسين والتنبؤات تلاتين يبقى فيه رصيد يعني اللي موجود يكفي ويزيد حيزيد كام حيزيد عشرين اسمه رصيد المخزون لو مخزون أول المدة عشرين والتنبؤات تلاتين يبقى ما فيش مخزون الرصيد حيطلع بالسالب حيطلع ناقص عشرة حيطلع ناقص عشرة برصيد المخزون ناقص عشرة ولذلك بقى عشان لقول هننتج او لا بنفرق زي ما قلت لكم بين في من امان ولا مفيش فاذا كان مفيش مخزون امان يعني لو قلت اللي في المخزن خمسين تنبؤات تلاتين فلما نقول خمسين نقص ثلاثين حيطلع موجة بعشرين فانا من موجة بعشرين يبقى معناها مش هننتج ليه لانه احنا عايزين ثلاثين موجود خمسين يكفي وزيد فهتبقى كمية الانتاج صفت لكن لو قلنا انه في عشرين والمطلوب ثلاثين فانقول عشرين نقص ثلاثين هتطلع سالب سالبي وحننتج هننتج كام كمية الانتاج تساوي حجم الدقاء ده لو مفيش مخزون امان لو في مخزون امان رصيد المخزون اللي حسبناه في الخطوة واحد نروح نقرنه مع مخزون الامان مخزون الامان ده ومخزون بنحتفظ به لمواجهة الظروف الطارئة زي تأخير في معدلات التوريد او زيادة في معدلات السحب فانقارن انقارن رصيد المخزون اللي حسبناه في الخطوة اللي فاتت قدي مخزون الامان او رصيد المخزون اكبر من مخزون الامان يبقى مش هننتج برضو يبقى كمية الانتاج هتصوي الصفر لانه اللي موجود يكفي او يزيد لكن لو جنا قارننا رصيد المخزون مع مخزون الامان لان رصيد المخزون اصعر او اقل يبقى حننتج ننتج كم ننتج زي ما قلنا حجم الدخعة فبنفرق بين الحالتين دون حالا ناخد مثال ونشوف مع بعض بس قبل ما ناخد المثال لحظة ان احنا عملنا حاجة ايه هي اللي حاجة اللي عملناها حسبنا رصيد المخزون فعشان ما تروحش تحسب بره حنحطها لك في الجدول يعني هالجدول هيبقى شاكل الجدول حنضيف الخنات اللي قلت لكم انا قلت لكم في الخانتين فاضين حتى ما اقول لكم عليهم حنحط رصيد المخزون ده في خانة من الخنات اللي احنا قلنا عليها عشان كده حيضغير شاكل الجدول اهو قعد الفترة وبعدين قادي التنبؤات وبعدين قادي مخزون اول المدة وبعدين قادي رصيد المخزون هنحسب رصيد المخزون خلي بالك لسه في خانة فاضية رصيد المخزون بنسأل سؤال هل الرصيد طلع سالب اه حننتج طلع موجب يبقى مش حننتج يبقى العبرة سالب ولا موجب سالب حننتج موجب مش حننتج طب لو سالب حننتج حننتج كام يبقى كمية الانتاج بالجدول كمية الانتاج بالجدوة وبعدين مخزون آخر المدة وبعدين الخانة الفضية اللي حنقول لكم عليها ناخد سال كده مع بعض ده لو كان لو كان ما فيش مخزون أمان لو في مخزون الأمان حيبقى كده شكل الجدوة قد الفضراء التنبؤات الخانة الفضية مخزون أول المدة رصيد المخزون زي اللي فاتت المرة اللي فاتت كان فيه سؤال هل رصيد المخزون سالب هنا لا هنقول هل رصيد المخزون سجل خانة مخزون الأمان هل رصيد مخزون الأمان أصغر من هل رصيد المخزون آسف رصيد المخزون أصغر من مخزون الأمان لو كان لا أمش أصغر رصيد المخزون أكبر يبقى ما فيش انتاج لا أصغر هننتج نسجل كمية الانتاج والخانة الفضية اللي احنا قلنا عليها هنقول لكم عليها نشوف مثال هناخد المثال اللي هو موجود في الكتاب والمثال موجود في الكتاب في صفحة 312 المثال رقم 1 صفحة 312 بقول كانت تنبؤات الطلب الخاصة بالمنتج لفترة 5 أسابيع مقبلة لأحد المنتجات كما يجب كامل فترة 5 أسابيع تنبؤات في الأسبوع الأولى 55 الثاني 55 الثالث 65 الرابعة 55 الخامس 60 وهو لما بيقرر ينتج ينتج الدفع الانتاجية لما ينتج ينتج بحجم الدفع 90 مخزون أول المدة اللي عنده 60 واحد ولك اعمل الجدول الرئيسي فحنا لما هنعمل له الجدول الرئيسي قاد الفترة 1 2 3 4 5 التنبؤات 55 زي ما احنا بنقول وحنسجلها ود الخان الفاضية والي مخزون أول المدة ورصيد المخزون والي رصيد المخزون سالب كمية الانتاج بالجدول ومخزون أخر المدة والخان الفاضية هنسجل البيانات الفترة 1 55 الثانية 55 الثالثة 65 الرابعة 55 الربعة 55 الخمسة 60 جبتها منين معطيات في الكتاب في صفحة في مثال واحد صفحة 312 طيب مخزون أول المدة هو بيقول بيقول مخزون أول المدة 60 أول المدة فحنسجله في الخانة الأولانية فهيقول لك مخزون أول المدة 60 أقول لك مخزون نهاية الفترة السابقة يعني يا كده يا كده بس هنبتدي احنا نحسج فشوف كده معي مخزون أول المدة 60 المطلوب منه 55 المقدره 55 هل اللي موجود يكفي فنروح كده 60 نقص 55 60 نقص 55 هيطلع ايه هيطلع موجب 5 رصيد المخزون 5 موجب طب هل الرصيد المخزون سالب لا مش سالب ده موجب يبقى مدام اللي عندنا يكفي وزاد 5 يبقى هل لازمنا ننتج لا مش لازمنا ننتج عشان كده بنقولها كقعدة مدام مدام هو موجب مش سالب احنا ننتج لما يطلع سالب مدام طالع موجب يبقى خلاص كمية الانتاج 0 نروح نحسب بعد كده مخزون آخر المدة نحسب مخزون آخر المدة ازاي مخزون آخر المدة هو عبارة عن كمية الانتاج زائد رصيد المخزون كمية الانتاج زائد رصيد المخزون انا كمية الانتاج عندي كام صفر رصيد المخزون كام خمسة يبقى مخزون آخر المدة خمسة او نقول ايه بطريقة اخرى هو عنده ستين والانتاج هو كذا يبقى ستين والانتاج صفر يبقى طلع المجموعة ستين التنبؤات كام؟ خمسة وخمسين يبقى آخر المدة خمسة فبراحتك عايز تقول والله مخزون آخر المدة هو عبارة عن كمية الانتاج زائد رصيد المخزون واللي يطلع نسجله هنا او تقول مخزون اول المدة تجمعه على كمية الانتاج يطلع رقم تشيل منه الخمسة وخمسين واللي يطلع تسجله هنا دي او دي مخزون اخر فترة معينة هو مخزون اول المدة التالية اخذون اخر الفترة الاولى خمسة هو بداية لفترة التانية سنتسجل في الفترة التانية خمسة طيب نخزون اول المدة خمسة احنا عايزين خمسة وخمسين يبقى خامسة ونقص خمسة وخمسين سيتطلع سالب خمسين يعني نقصني خمسين واحد طلعت سالب سنتج vino كم من لي لا نمole 50 ممكن ننتج 50 بس هو اي اللي بيقول لي المالين انتج تسعين الها فين او قال وكان حجم الدفعة الانتاجية تسعين يبقى تسعين نعم سالب مدام نعم سالب وحان انتج كم تسعين هنروح نحسب مخزون اخر المدة نخزون اخر المدة بقولك اللي انت انتجته مع رصيد المخزون اجمعهم على بعض فتسعين نقص خمسين هيطلع اربعين يبقى مخزون اخر المدة اربعين او بالطريقة التانية مخزون اول المدة خمسة وانتجنا تسعين يبقى معانا خمسة وتسعين مطلوب مننا خمسين يبقى خمسة وتسعين نقص خمسة وخمسين هتطلع اربعين اللي عجبك مخزون اخر فترة معينة ومخزون اول المدة التالية اربعين اربعين نقص خمسة وستين اه ما يكفوش يعني هتطلع سالب خمسة وعشرين سالب اه نعم سالب. يبقى هننتج. هننتج كم? او اتقول له هننتج خمسة وعشرين. هننتج حجم الدفع تسعين. لو ما قالشي لو ما بدنش حجم الدفع هننتج الرقم اللي طلع. طيب تسعين. ونجمعها على رصيد المخزون. تسعين ناقص خمسة وعشرين. تسعين ناقص خمسة وعشرين. هتطلع كام? تطلع خمسة وستين. او احنا انتجنا تسعين. وكان عندنا اربعين. يبقى مية وتلاتين. نشيل منهم الخمسة وستين. نكمل. خمسة وستين اخر المدة دي هتبقى اول الفترة التالية خمسة وستين. خمسة وستين ناقص خمسة وخمسين. هيطلع موجة بعشرة. يعني يكفي ويزيد عشرة. يبقى ايزا لا مش سالب. يبقى مش هننتج. طب اخذون اخر المدة كرصيد المخزون عشرة زائد صفر يطلع عشرة. اهو عشرة. او. اخذون خمسة وستين. والانتاج صفر يطلع خمسة وستين. نشيل منهم الخمسة وخمسين يطلع عشرة. اخذون اخر الفترة دي هيبقى مخزون اول الفترة التالية. عشرة ناقص ستين هيطلع سالب خمسين. نعم سالب. يبقى هننتج حجم الدفعة. ومخزون اخر المدة تسعين ناقص خمسين يطلع. اربعين. ده في حالة عدم وجود مخزون امان. لو كان في مخزون امان. هيبقى شكل الجدول زي ما احنا قلنا بالشكل ده. تنبؤات. مخزون اول المدة. رصيد المخزون. مخزون الامان. هل رصيد المخزون الامان? هل الرصيد هل الرصيد اصغر من مخزون الامان? لو الرصيد اصغر ننتج. لو 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 ادي او يزيد يبقى مش هننتج. فادي كمية الانتاج. وهدي مخزون اخر المدة. نشوف كده. نشوف المثال رقم اتنين صفحة تلتمية وطلعتاشر. بيقول كانت تنبؤات الطلب للمنتج. سيل لفترة خمسة اسابيع مقبلة. كما يلي خمسة اسابيع برضو. فترة الاولى عشرة. التانية عشرة. التالتة خمسة وعشرين. الربعة عشرين. الخمسة خمستاشر. مخزون اول المدة اربعين. وحجم الدفعة للمنتج خمسين. يعني لما ينتج. هينتج خمسين. وعنده مخزون الامان تلتين. نسجل البيانات المعطيات. في قادة الفترات خمس فترات. وهنسجل التنبؤات. هنا عشرة. هنا عشرين. هنا خمسة عشرين. هنا عشرين. هنا خمسة عشرين. هنا خمسة عشر. هنسجل مخزون الامان معطيات. ده رقم ثابت. فيه تسجل في الكل. تلاتين. هنسجل مخزون اول المدة. اربعين. هنمشي بقى على الخطوات بتاعتنا. عشرة. عايزين عشرة. موجودة اربعين. يبقى اربعين ناقص عشرة. يبقى الرصيد تلاتين. التلاتين دي. آآ هل الرصيد اللي هو التلاتين اصغر من الامان؟ لا مش اصغر. تسويها. يبقى لا مش اصغر. لا. مدام لا يبقى مش هننتج. ومخزون اخر مدة زي ما احنا اتفقنا في المرة اللي فاتت. الانتاج صف. رصيد اخر المدة تلاتين. يطلع مخزون اخر المدة تلاتين. مخزون اخر فترة معينة. هو مخزون اول الفترة التالية. يبقى التلاتين دي هتتسجل هنا في اول الفترة التانية تلاتين. تلاتين عندنا في المخزن. تنبؤات عشرين. يعني احنا عندنا تلاتين وعايزين عشرين. يبقى يكفي ويزيد. يزيد كم يزيد عشرة. طب العشرة دي. العشرة دي. اصغر من مخزون الامان? اه اصغر. نعم اصغر. نعم اصغر يبقى ينتج. ينتج كم? ينتج حجم الدفعة. عجم الدفعة. خمسين. جبناها منين? معطيات. معطيات في الكتاب. خمسين يبقى انتجنا خمسين. وعندنا عشرة يبقى ستين. يبقى ستين. يبقى مخزون اخر المدة. هيساوي ستين. او احنا انتجنا خمسين. وعندنا تلاتين يبقى تمانين. نشان ما من العشرين يبقى ستين. الستين دي هتبقى مخزون اول الفترة التالية. ستين. ستين. المطلوب خمسة وعشرين. يبقى حيزيد من الستين حيزيد خمسة وثلاثين. هل الخمسة وثلاثين اصغر من التلاتين? لا مش اصغر. اكبر? لا مش اصغر. يبقى مش هننتج. وبالتالي الرصيد هيكون هو او اقاسف ما اخزون اخر مدة هيكون صف زائد خمسة وثلاثين هتطلع خمسة وثلاثين. خزون آخر فترة معينة حيث يكون مخزون أول الفترة التالية 35 عايزين 20 يبقى هيكفي ويزيد 15 15 أصغر من 30 أهى أصغر يبقى هننتج حجم الدفعة طيب 50 والرصيد 15 يبقى 65 ده مخزون آخر المدة مخزون آخر المدة حيث يكون مخزون أول الفترة التالية وهكذا ده اللي هو ازاي بنعمل الجدول الرأي في نقطة في حاجة عندنا اسمها الأوامر المحجوزة ايه الأوامر المحجوزة في ناس ما تفتكرش احتياجاتها غير لما يقرب المعاد لما يقرب المعاد ها ترحق الناس تروح ايه اه تطلب احتياجاتها وتعمل على توفرها وهنا في الحالة دي لما يكون المعاد قرب ما وقرب علي وعلى غير الناس بقيت تتصبغ فبترتفع الأسعار وممكن ما تلاقيش عشان كده في ناس لتلافي هذا الموقف انها ممكن ما تلاقيش او تجيبها بسعر غالي تلحق تحجز من بادل علشان ايه عشان ما يجيبهاش غالية وعشان يبقى ضامن انها حتتوفر وقت ما هو عيث مثال قبل الاعياد مثلا تلاقي قبل الاعياد مثلا لان الناس في بعض القسر تجيب الحاجات الجديدة لأولادها تجيب الحاجات الجديدة لأولادها إمتى تجيبها قبل العيد بشوي طب ما قبل العيد كل الناس خارجة بتجيب لأولادها والشارع زحمة والدنيا زحمة وممكن ما يلاقيش الحاجة الحلوة لكن في ناس نبهة وناس نصحة تعمل ايه من بادر يوفر الحاجات دي او مثلا في ناس اللي هم المصريين المقتربين في الخارج بيسافروا بيجوا في الصيف فخلاص فترة الأجازة الصيف مثلا نقول والله هتبتدي حنفترض مثلا من أول مايو ففي ناس يلحق يروح يهجز عمتى يروح يهجز مثلا من بداية شهر من أبريل فبصت لقي الطيران زحمة وما فيش مواعيد والكلام ده كل ففي ناس نصحة انه هو يتعلم بقى من الدرس ده يتعلم من الدرس ده ده هو تعب على ما لقى معات في المرة اللي فاته فبعد في ناس من بعد ما ترجع من الرحلة بتاعتها يعني هو جاء مصر وقدم مدته وارجع عشان هو تعب في الحجز المرة دي يروح يهجز للسنة اللي جاية من دلوقتي يعني من أبلاب عشر شهور فدي اسمها أوامر محجوزة تطلع رخيصة ويطلع ايه ويطلع فيها ضمان في ايه نفس الكلام في الصناعة في الأوامر المحجوزة انه في ناس بتبقى حجزة مش مستنية لما غاية لما يجي الوقت أو قبلها على طول عشان كده بيقول كل ما يقرب الفترة الزمنية من الوقت الحاضر المنشئة بتتلقى أوامر بالحجز من العملاء وبالتالي يصبح تتوافر عندنا بيانات عن التنبؤات والأوامر المحجوزة فهيبقى عندنا بيانين دلوقتي في اللي احنا مقدرينه وفيه الأوامر المحجوزة طب وده هيأثر وانت بتعمل وانت بتعمل الجدول الرئيسي فبنعمل بقى فيه لما نيجي نحسب رصيد المخزون الخانة بتاعت رصيد المخزون اللي كنا بنقول مخزون أول المدة نقص التنبؤات هيتغير حسابها شوية ففي حالة الأوامر المحجوزة رصيد المخزون رصيد المخزون يسوي مخزون أول المدة نقص التنبؤات أو الأوامر المحجوزة أيهما أطبر أخذ الكبير فيهم تعالوا كده الكلام ده في شكل مثال المثال رقم 3 صفحة 315 المثال رقم 3 صفحة 315 بقول كانت التنبؤات والأوامر المحجوزة لفترة أربع أسابيع فترة أربع أسابيع أما تعملت خمسة معلش وآدي التنبؤات هو مقدر في الفترة الأولى مقدر كل فترة من الفترات وآدي الأوامر المحجوز هنا في الأوامر المحجوزة سجلناها في الخانة الفاضية مقدر التنبؤات وخانة فاضية ومخزون أول المدة فهنا هنا سجلنا الأوامر المحجوزة في الخانة الفاضية فآدي التنبؤات وآدي الأوامر المحجوزة وآدي مخزون أول المدة ونحسب رصيد المخزون هل رصيد المخزون سالب أو لا لو كان سالب سننتج سننتج كام مخزون آخر مدة والخانة الفاضية اللي احنا حكنا لكم عنه التنبؤات هو بيقول والله التنبؤات عندنا في كل فترة من الفترات عشرين وعنده أومر محجوزة أومر محجوزة في الأسبوع الأولى 23 أسبوع الثاني 15 أسبوع الثالث 8 الأسبوع الرابع 4 شوف كل ما يقرب المعادة تلاقي المحجوز أكتر يعني شوف أول وعدة 23 لكن آخر واحدة أربعة وعندي مخزون أول المدة 45 وبيقول والله احنا بافتراض انه مفيش مخزون أمان وعشان كده احنا بنقوله في حالة عدم وجود مخزون أمان واحنا حجم الدفعة حجم الدفعة لو هننتج 80 وحدة حجم الدفعة 80 وحدة فبنروح نحسب حساباتنا نحسب حسابات wrestling نحسب حساباتنا ازاي مخزون أول مدة 45 ونحسب رصيل المخزون 45 ناقص الاوامر المحجوزة او التنبؤات ايهما اكبر الاوامر المحجوزة او التنبؤات ايهما اكبر التنبؤات احنا طيب التنبؤات 20 الأول المحجوزة 23 من الاكبر الاكبر 23 يبقى نقول 45 مع السنة و 20 يطلع 22 طب الـ 22 دي سالب ولا موجب؟ لا الـ 22 موجب يبقى خلاص في هذه الحالة مدام موجب مش هننتج طب مخزون آخر المدة كام زي ما قلنا بنقول المرة اللي فاتة الانتاج صف و 22 يطلع 22 مخزون آخر فترة معينة هو مخزون الفترة التالية ومخزون أول المدة للفترة التالية اهو 22 نقص التنبؤات الأمر المحجوزة أيهم وأكبر طب هنا فيه 20 و 15 بناخد الكبير كام 20؟ 22 نقص 20 يطلع 2 الـ 2 دي موجب ولا سالب؟ لا مش سالب يبقى مش هننتج مخزون آخر المدة كام؟ صفر الانتاج و 2 رصيد يطلع 2 الـ 2 دي ستبقى مخزون أول الفترة التالية الـ 2 نقص التنبؤات أو الأوامر أيهم وأكبر يبقى 2 نقص 20 الـ 2 نقص 20 حيطلع الرصيد سالب 18 سالب؟ اه سالب يبقى حننتج كام؟ حننتج حجم الدفع 80 طب أنتجنا 80 و عندنا انتجنا 80 هو هنا بيقول إيه؟ بيقولك لما تيجي انتجنا 80 ناقص ناقص فانتجنا 80 و عندنا في المخزن 2 و عندنا آسف رصيد المخزون 18 80 و احنا بنقول إيه؟ احنا عايزين نحسن مخزون آخر المدة مخزون آخر المدة هو كمية الانتاج 80 زائد رصيد المخزون فـ 80 زائد في نقص بناقص 18 حيطلع 62 62 هي مخزون أول الفترة التالية 62 ناقص 20 أو 4 الأكبر حيطلع الأكبر 20 يبقى 42 الفرق هل موجب؟ اه موجب مش سالب يبقى لا مش سالب يبقى مش هننتج يبقى إذن ناقص آخر المدة 42 40 ده اللي هو الأوامر المحجوزة والأوامر المحجوزة بنحطها تحت التنبؤات والأوامر المحجوزة بتأثر في حساب رصيد المخزون لما بنجي نحسب رصيد المخزون بنقول مخزون أول المدة ناص التنبؤات أو الأوامر المحجوزة أيهم أكبر والأوامر المحجوزة كل ما بنقرب المعاد بنلاقيها بتكون أكتر ده اللي هو الأوامر المحجوزة فيه معلومة عندنا فيه حاجة اسمها المتاح للبيع العاجل إيه المتاح للبيع العاجل وإحنا بنعمل إحنا بنخطط من ننساش المادة بتاعتنا اسمها تخطيط إنتاج وإحنا بنخطط وإحنا بنخطط عشان نواجه طلبات العملاء فإحنا بنتنبأ وفيه ناس بتيجي تحجز بنتنبأ وفيه ناس بتيجي تحجز والله ما دم بنتنبأ وفيه ناس بتيجي تحجز فيه ناس ناسي نفسها خالص أو فيه ناس يعني لما تحب وإحنا لما بنيجي ننتج بنعمل حسابنا نواجه التنبؤات أو الأمر المحجوزة أيهم أكبر وبتواجهنا في بعض الأحيان إنه فيه زباين يجي يقول والله إحنا عايزين إحنا عاملين حسابنا إن إحنا عم قد نكمل المحجوز أو التنبؤات أيهم أكبر زي ما اتفقنا لكن فيه ناس بتيجي تسأل عندكم الحاجة الفلانية فلو قلنا لهم لا يبقى ضيعنا فرصة بايعية فعشان كده وإحنا بنخطط نعمل حسابنا ننتج الأمر المحجوزة أو التنبؤات أيهم أكبر وبعدين نجي نشوف إحنا لما ننتج ننتج بحجم الدفع ممكن حجم الدفع اللي إحنا أنتجناه ده الحجم الدفع اللي إحنا أنتجناه يكون أكبر أو أزيد من الأكبر في التنبؤات أو الأمر المحجوزة يعني إيه يعني كف الرقم الكبير فيهم ويزيد الزي اللي يزيد ده أو إحنا بنستخدمه لمواجهة الطلبات العاجلة أو الزباين اللي جايين يسألوا ويقولوا إحنا عايزين الحاجة فيها عندكم ولا لأ يبقى ظهر إلى الأصل نحن بننتج بما يكفي الأوامر المحجوزة أو التنبؤات أيهم أكبر طب ما إحنا حجم الدفعة ممكن يكون أكبر من الرقم الكبير اللي هو للتنبؤات أو الأوامر المحجوزة فحيزيد الأول اللي حيزيد ده هنستخدمه في حالة البيع العاجل فالمخزون المتاح للبيع العاجل هو كمية المخزون المتبقية تبقية بعد تلبية الأوامر المحجوزة بعد تلبية الأوامر المحجوزة ويمكن استخدامها في تلبية الطلبات العاجلة إزاي بنحسبه المتاح للبيع في الفترة الأولينية يعني نعمل حساب ما ينكفي الأوامر المحجوزة ويزيد اللي يزيد ده نحسبه إزاي قالت حسبه كالتالي لو حتحسبه في أول فترة غير بقية الفترات الأخرى في أول فترة حتحسبه كالتالي المتاح للبيع يساوي مخزون أول المدة زاد الكمية اللي انت اقتقتها ناقص مجموع الأوامر المحجوزة لغاية ما تنتج تاني تاني متاح للبيع ساوي مخزون أول المدة زاد كمية الجدول مقص مجموع الأوامر المحجوزة لغاية ما تنتج تاني ده لا بس في أول عمود في أول فترة لكن في الفترة الفترات كده بتحسبه كده بالطريقة دي المتاح للبيع ساوي كمية زي الجدول مقص مجموع الأوامر المحجوزة حتى أول كمية تظهر بالجدوى والمتاح للبيع ده بنسجله في الخيانة الأخيرة اللي كنا بنقول عليها اللي هي فاضية إذن إحنا عشان نحسب المتاح للبيع ما بنحسبش المتاح للبيع غير لما في أول فترة في أول فترة بنحسب المتاح للبيع في حالتين في أول فترة ولما نلاقي عندنا إنتاج في أول فترة ما تنساش في أول فترة ولما نلاقي عندنا إنتاج تعالوا نشوف مثال بيقول كانت التنبؤات والأوامر المحجوزة المثال رقم 4 صفحة 318 بيقول كانت التنبؤات والأوامر المحجوزة لفترة 6 أسابيع مقبلة 6 ودي الفترة ودي التنبؤات ودي الأوامر المحجوزة ودي مخزون أو للمدة ودي رصيد المخزون هل رصيد المخزون سالب؟ نعم أو لأ لو سالب سننتج وبعدين سنحسب مخزون آخر المدة وبعدين نحسب المتاح للبيع خلاص هنشوفها دلوقتي المتعب وهو بيقول إيه الدان التنبؤات في الفترة من 1 إلى 24 والفترة 6 كل منهما 40 وبيقول لي أنه رصيد أول الفترة 45 رصيد أول الفترة 45 وقعوا مديني آسف مديني الأوامر المحجوزة 23 15 8 4 00 وهدي مخزون أو للمدة البيانات دي كلها معطيات على فترة كل البيانات دي معطيات وهو لما بينتج بينتج بحجم الدفعة وحجم الدفعة اللي هو اللي هو عندي 80 فاحنا هنكمل هي هو المسألة دي هي عادي هي نفس المسألة اللي خدناها قبل كده فاحنا نكمل عادي وبعدين نجي نشوف المخزون المتاح للبيع ده فاحنا بنقول لهو 45 نقص 23 والعشرين أيوم وأكبر 23 حيطلع 22 موجب يبقى لا مش سالم يبقى مش حننتي يبقى مخزون أخر مدة 22 جبناها ازاي لكن 100 الانتج صف زاد 22 يطلع المجموعة 22 22 22 أول الفترة يروح للفترة اللي بعديها أول الفترة التالية 22 22 22 نقص 20 أو 15 أيهم وأكبر الأكبر 20 يبقى 22 نقص 22 22 22 22 موجب ولا سالب موجب يبقى ما فيش إنتاج مش سالب وبعدين مخزون آخر المدة اللي هو اللي أنتجناه والرصيد 22 يطلع المخزون آخر المدة 22 22 ستبقى مخزون أول الفترة 23 22 28 22 22 يبقى 2 نقص 20 سالب 18 سالب؟ آه سالب يبقى حننتج حننتج كم حجم الدفعة اللي هو 80 طب 80 وبعدين الرصيد سالب 18 يطلع 62 62 62 حتيجي قول الفترة التالية 62 نقص 20 أو 4 أيومة أيومة أكبر 62 نقص 20 42 42 سالب؟ لا مش سالب موجب يبقى مش حننتج يبقى الرصيد زائد الكمية الإنتاج الرصيد 42 تكسف ستطلع 42 42 حتيجي في الفترة اللي بعديها وهكذا نيبقى الأوامر اللي هي المتاح للبيع المتاح للبيع المتاح للبيع خلي بالك بس ونتبه معايا المتاح للبيع زي ما احنا قوله هنحسبه تجي تبص كده في الصف بتاع كمية الإنتاج هنحسبه لأول فترة لأنه هو بيقولك يحسب لأول فترة وتحسبه للفترات اللي حيكون فيها فيها إنتاج فيين الفترات اللي فيها إنتاج الفترة الثالثة والفترة الستة فإذا هم هتحسب هنا في ثلاث حالات بس أو في ثلاث أعمدة بس العمود واحد ده إجباري والعمود التلاتة لأنه هو بيقولك لما تلاقي كمية الإنتاج احسب المتاح للبيع والعمود رقم ستة لأنه فيها كمية إنتاج فهنحسب المتاح للبيع يلا نحسب كده أول فترة أول فترة المتاح للبيع نحسبه ازاي اول فترة بيقولك المتاح للبيع عشان تحسبه بيساوي نخزون اول المدة 45 زاد كمية الانتاج 0 ناقص يبطلع 45 الاوامر المحجوزة الاوامر المحجوزة لغاية ما تبتدي الهنتج تاني الاوامر المحجوزة لغاية ما تبتدي الهنتج تاني طب احنا هنبتدي الهنتج تاني امتى في الاسبوع التالت يبقى تجمع لي الاوامر المحجوزة لغاية يعني تقف عنده لغاية الاسبوع التالت يعني تجمع لغاية ما تقف عند الاسبوع التالت تجمع لغاية ما تقف عند الاسبوع التالت ليه لان الفكرة انه المخزون اللي عندنا ده او الانتاج اللي طالع المخزون اللي عندنا ده عايزين ندي الناس اللي حجزة لها الاولوية قبل ما تفكرت بيها للزبائن وهنا برضه انتاج التمانين اهو يبقى التمانين دول قد الناس اللي حجزة لغاية منتج تاني. قدي الناس اللي حجزة لغاية منتج تاني. وبعدين اشوف المتاح للبيع. فعشان كده انا بعمل ايه? بقول لك والله اشوف اهو اهو. انا عشان اه حدد ظلل ظلل. احنا 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 دلوقتي لما نيجي نحسب. احنا دلوقتي لما نيجي نحسب. عفوا انا حقيقة اقربة. احنا دلوقتي لما حنيجي نحسب. اهو بيقول لي ايه? مخزون اول المدة. زائد الانتاج. اهو يبقى مخزون اول مدة خانسة اربعين. زائد الانتاج. ده. ناقص دول الاولوية منهم لمن? الاولوية منهم للاوامر المحجوزة لغاية منتج تاني. امتى حنتج تاني حنتج انا? اروح اجمع دول. اهو. عشان كده حتظللهم لك اهو. يبقى انت لو حتحل في الامتحام. ولو جات حاجة زي يعني طبعا هو بيجيب عدة اختيارات. فانت لو افترضنا حتظلل يعني حتحل برة وتظلل وتعمل هذا الكلام. وتشوف. فاحنا بنقول اهو. خمسة واربعين. ناخذون اول المدة. زائد كمية الانتاج صفر. يبقى خمسة واربعين. ناقص مجموع الاوامر المحجوزة. الاوامر المحجوزة تلاتة وعشرين زائد خمستاشر. سبعة وتلاتين. يبقى خمسة واربعين ناقص سبعة وتلاتين. هيطلع تمانية. اذا الخمسة واربعين دول هيكفولي الحجزين ويزيدوا تمانية ويزيدوا سبعة. خمسة واربعين ناقص. ناقص التمانية وتلاتين يزيد سبعة. ويزيد سبعة السبعة دولة نقدر نواجه بيهم اي حد يطلب. يعني لو حد جاي فالأسوال والله انا عايز سبعة او عايز خمسة او عايز ستة او نديله عندنا اهو عايز اكتر لا منقدرش نديله اكتر لان احنا ما عانداش متاح للبيع غير سبعة نروح للي بعديها اهو في الليه لش معنى ده ظللت انا ده مانا قلتلك قبل كده انا ظللت ده لانه اصلاً المتاح للبيع بيتحسب في اول خانة وبالقناة اللي تلاقي فيها انتاج فالخانة دي فيها انتاج طيب يبقى حنحسب بقى المتاح للبيع احسبوا ازاي هي عبارة عن رصيد المخزونة عبارة عن مخزون اه في الحالات التانية هنا المعادلة هتتغير هي عبارة عن ايه عشان تحسب المتاح للبيع كمية الانتاج مش هناخد بها اعتبارنا المخزونة كمية الانتاج اللي هي تمانين ناقص الاوامر المحجوزة من اول الاسبوع التالت اه لغاية ما تظهر كمية تانية في الجدوة لغاية ما الانتاج ناقص مجموع الاوامر المحجوزة من هذه الفترة لغاية لما تظهر كمية يعني الفترة التالتة والربعة والخامسة دايما لغاية كلمة لغاية يعني حنقف هنا حنقف هنا نبتدي من مين نبتدي من الفترة اللي احنا فيها لغاية ما نقف هنا الفترة اللي احنا فيها تمانية واربعة وصفر يبقى اتناشر يبقى تمانين ناقص اتناشر يبقى تمانين نقص 12 هيطلع في هذه الحالة 68 نقص 12 يطلع 68 يطلع في هذه الحالة احنا عندنا متاح للبيع في الأسبوع الأول سبعة يعني أي حد عايز في الأسبوع الأول أو الثاني سبعة أو أقل ندينه أي حد عايز من الأسبوع الثالث والرابع والخامس ندينه لأن عندنا 68 وحدة فإذا الفكرة رأيسها بنحسب إمتى؟ بنحسب في أول خانة وأول خانة عشان نحسب المتاح للبيع هو مخزون أول المدة زاد الإنتاج ناقص ناقص مجموعة الأوامر المحجوزة لغاية ما بتدي أنتك تاني في الفترة اللي بعدها هي عبارة عن كمية الإنتاج بس ما فيش زائد مخزون ناقص مجموعة الأوامر المحجوزة لغاية ما أنتك تاني وزي ما احنا ظللنا بهذا الشكل المسألة في الكتاب لها بقية أنا عدلت بس فيها عشان الحل اللي في الكتاب عدلته عشان يبقى بطريقة أيسر فهي نفس المسألة اللي فاتت بس إيه؟ عملتها بشكل صيعة جديدة فبقول والله أظهرت بيانات الجاية نفس المسألة اللي فاتت الجدول الرئيسي أن المتاح للطلب في الأسبوع الأول سبعة هي نفس المسألة اللي فاتت سبعة وحدات وعندنا في الأسبوع التالي الـ 68 اللي احنا حسبناه مشوية وكانت الطلبيات الواردة كما يلي في الأسبوع وآدي اسم الطالب الرجل اللي طالب ها؟ وآدي اسم الرجل اللي طالب وآدي الكمية اللي هو طالبها في الأسبوع الأولاني في الأسبوع الأولاني محدش طلب ها؟ في الأسبوع التاني في واحد اسمه إبراهيم طالب خمس وحدات في الأسبوع التالت في واحد اسمه علي طالب 38 وحدة في الأسبوع الرأي تالت برضو فيه واحد اسمه سالم طالب 24 وحدة فيه الاسبوع الرابع فيه واحد اسمه طارق طالب 15 وحدة نقدر ندي لهم ولا لا هي نفس المسألة اللي فات نقدر ندي لهم ولا لا فعدلت الشكل شوية في الحل على الموجود في الاسبوع فعملتها بالشكل ده قلت والله هذه الاسبوع وهذه المتاح للبيع في الاسبوع الاسبوع واحد اتنين تلاتة وهكذا ودي المتاح للبيع وبعدين الامر الامر الطالبين عندنا فلان وفلان وفلان ودي كمية الطلب بتاعته نروح نشوف المتاح للبيع ونشوف الطلب الطلب اللي طلبه ده المتاح للبيع يكفي يكفي طب حيزيد حيزيد ممكن يزيد لو حيزيد حاجة الباقي حنكتبه هنا يبقى ايزا الباقي ده هو عبارة عن المتاح للبيع أشيل منه الكمية المطلوبة يدين الباقي وبعدين ولذلك لما نطرح المتاح للبيع نشيل منه الطلب الباقي متاح للبيع بعد تلبية الطلب السابق يعني ايه؟ يعني بعد ما لبينا الطلب ده هيبقى المتاح للبيع كام وبعدين اجمالي المتاح تعال نشوف كده هذا الأسبوع السابق هذا الأسبوع الأول هذا الأسبوع الثاني هذا الأسبوعال الثالث هذا الأسبوع الرابع هذا نشوف البيانه بتاعتنا السابق نحن ما عندناش حاجة مطلوبه من قبل كده في الأسبوع الأول احنا المتاح للبعدة في المسألة اللي فاتت كان سبعة محدش طلب ولا حد طلب محدش طلب محدش طلب محدش طلب بيبقى سبعة اهو محدش طلب خلاص فعشان كده سبعة في الأسبوع الثاني إبراهيم إبراهيم طالب خمسة الأسبوع الثالث علي طالب تمانية وستين تمانية وثلاثين آسف علي طالب تمانية وثلاثين لبعديه طالب في نفس الأسبوع الثالث طالب أربعة وعشرين طالب أربعة وعشرين في الأسبوع الأخير صاحبنا ده طالب خمستاشر وحدة فاحنا هنقول له سبعة إحنا ما عندناش حاجة من الأسبوع ما عندش طالب من الأسبوع السابق بقى إجمالي السبعة زي ما هو سبعة ناقص صفر حيطلع سبعة السبعة دول دول الباقين حيروحوا للفترة اللي بعديها حيجوا هنا وهو سبعة سبعة لكن إبراهيم طالب خمسة آسف السبعة دول الباقين من المرة اللي فاتت وهنا ما فيه واد المتاح للبيعة هو يبقى سبعة زائد صفر حيطلع سبعة السبعة دول ناقص خمسة يطلع اثنين الاثنين حنجيبهم هنا اثنين كان مطلوب هنا في الأولاني منهم زي ما على ما فتكر كان مطلوب هنا في هذا الأسبوع كان مطلوب كام كان مطلوب كام كان مطلوب ثمانية وتلاتين ثمانية وتلاتين فاثنين اثنين مع التمانية وستين سيطلع سبعين نشيل منه من 3 or 30 يطلع 32. 32 ستيجي هنا. 32 سيطلع منه 24 يطلع ثمانية. 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 خمستاشر. يبقى عندنا عجز سبعة يعني يعني اللي طالب آخر واحد ده طالب تمانية مش هنقدر نديله غير واحدة طالب خمستاشر مش هنقدر نديله غير تمانية وحيتبقى عجز سبعة ده اللي هو فيما يتعلق بحساب ال الغامر المحبوزة وازاي بيناستفيد منها الجدول الرئيسي ده بيفيد في ايه الجدول الرئيسي ده ليه عدة وظائف بقولك الجدول الرئيسي يساعد على ترجمة الخطط الكلية الى منتجات تفصيلية اصل الخطة الكلية دي كانت زي ما قلت في الاول خلص منتجات عامة لا هنا بيديني منتجات تفصيلية فبقص بحولي الى منتجات تفصيلية والجدول الرئيسي ده لما بعمل الجدول الرئيسي وخلاص عرفت المنتجات وكل منتج ليه مكونات تختلف عن الآخر الا اذا لو كان في حاجات مشتركة فنقدر نقدر احتياجاتنا من المواد بناء على الكمية التفصيلية فبيساهم في ترجمة الخطة الكلية للانتاج الى منتجات محددة واشتقاق الاحتياجات من المواد واشتقاق الاحتياجات من الطاقة المواد الكمية دي عايزة كذا خمات وعايزة كذا ساعد عمل دي بنسميها الطاقة وبيساعد أيضا في الاستخدام الفعال للطاقة يعني إيه الاستخدام الفعال للطاقة يعني وأنا بأعمل الجدول يبقى لازم أعمل حسابي أن الطلبات زي ما قلنا ما نحملش أزياد أو أقل أزياد يبقى حنرهق الإمكانيات أقل يبقى عادين من غير عمل يساعد الجدول الرئيسي ده من وظيفه أنه بيقيم للبدائل المختلفة من الجدول الرئيسي زي ما قلت لكم ما نعملش الجدول مرة واحدة وخلاص لأ احنا بنعمل ونشوف الإمكانيات يتكفي ولا لأ ونعدل وبعدين بيساعد على تيسير تشغيل المعلومات يعني إيه تيسير تشغيل المعلومات هو أصلا لما تيجي الزباين لما نيجي إحنا ننتج بتبقى فيه جهات عاملة منقصات فالناس عزمنا نورد لها فإحنا عشان ندخل في المنقصات دي نشوف إحنا نقدر ولا ما نقدرش وعندنا الخمات ولا ما عندناش وعندنا العمالة ولا ما عندناش طب ولما هننقل هتأخد قد إيه فبنقعد نحسب الحسابات دي كلها عشان نحسب الحسابات دي كلها يبقى الكمية الانتاج دي الطلب حيدهم مننا بتوع المبيعات ونقدر وحنسلمهم وحنسلمهم وصلهم لغاية هناك يبقى حشاركنا معنا إدارة النقل وبعدين والحاجات دي عايزة فلوس حشاركنا الإدارة المالية وإحنا بتوع الإنتاج اللي حملين نصنع فإذا بتسعي المعلومات بناخدها من عدة إدارات وبناخدها وبنستخدمها وهو ده اللي نقصده بتسير تشغيل المعلومات وبساعد على المحافظة على صدق وصحة أولويات الأوامر يعني إحنا بنعمل الحسابات دي كلها عشان نضمن إن إحنا نسلم في الميعات دي اللي هي وظائف الجدول الرئيسي للإنتاج وبعد ذلك كده في نقطة كنا سيبناها في الفصل الأول النقطة اللي سيبناها في الفصل الأول اسمها ارتباط تخطيط الإنتاج بتخطيط الطاقة تخطيط الإنتاج إن إحنا بنقول الكمية اللي حننتجها في كل فترة كام وبعدين نواجه التقلبات زي ما إحنا قلنا بالتشغيل الإضافي أو خفص صعات العمل أو زيادة الكلام اللي إحنا قلناه هناك لكن وإحنا عشان نعمل تخطيط نعمل تخطيط إنتاج بيقابله أو بيرتبط بيه أو ماشي معاه أو في نفس الوقت بعد ما نخلص ده بعد ما نخلص التخطيط بتاع الإنتاج ده نروح وراه على طول بنعمل حاجة اسمها تخطيط طاقة بنقول إيه وإنت بتعمل تخطيط كل الإنتاج هذه أهو تخطيط الإنتاج تخطيط كل الإنتاج جدول الرئيسي للإنتاج تخطيط الاحتياجات من المواد تخطيط الجدولة لكل الإنتاج تهي تخطيط الإنتاج كل مستوى من مستويات تخطيط الإنتاج يقابله مستوى من مستويات تخطيط الطاقة يعني إيه يعني وإن بعد ما تخلص التخطيط الكل للإنتاج بعد ما تخلص التخطيط الكل للإنتاج بتروح تعمل التخطيط الكل للطاقة شوف السهم رايح جاي يعني التخطيط الكل للإنتاج اللي اللي أعمل حسابي أن أنا حنتجه ده عندي الطاقة تكفي آه عندي الطاقة تكفي خلاص اعتمد لا ما عنديش طب ارجع عدل الطاقة ما عنديش ما عنديش طب ارجع عدل الطاقة شوف الساهم رايح كده عندي اه عندي طب اعتمد ما عنديش طب ارجع عدل الطاقة نفس الكلام نما نعمل الجدولة الرئيسية اللي تكلمنا عنها دي بنعمل حاجة اسمها بعد ما نعملها بنعمل حاجة اسمها تخطيط تجريب للطاقة يعني الكمية اللي نزلت في الجدول دي الطاقة عندك تكفي اه تكفي بعتمد وانتي لا ما تكفيش طب عدي للجدوة تخطيط الاحتياجات من المواد يقابلها تخطيط تفصيلي للطاقة عمل تخطيط الاحتياجات من المواد هل هل تخطيط الاحتياجات من المواد ده الطاقة تكفي طب اعتمد ونفس لا ما تكفيش طب عدي الخطة الاحتياجات من المواد في الجدولة التفصيلية جدولة التفصيلية بيقابلها رقابة الطاقة في الأجل القصير أو رقابة المدخلات والمفرجات فماشية الأمور مشية خلاص نفذ مش مشية طب عدل في الجدولة التفصيلية للإنتاج فزي ما انت شايف كل مستوى من مستويات تخطيط الإنتاج يرتبط به مستوى من مستويات تخطيط الطاقة وأعتقد أننا جبنا لهم سؤال مرة اللي في عدد بنقوله الجدولة الرئيسية للإنتاج يرتبط بها ما يلي ألف تخطيط التجريب للطاقة به التخطيط التفصيل للطاقة جيم التخطيط الكل للطاقة دال رقابة الطاقة في الأجل القصير أو رقابة المدخلات والمخرجات وتعلم انت صح فهنا الجدولة الرئيسية يقابلها التخطيط التجريب للطاقة فإذا احنا بعد الخلاصة اللي عايزة أوصل لها كل مستوى من مستوى من مستوى تخطيط الإنتاج يقابلها مستوى من مستوى تخطيط الطاقة مستويات تخطيط الانتاجات تخطيط الكل الجدولة الرئيسية تخطيط الاحتياجات جدولة التفصيلية مستويات تخطيط الطاقة تخطيط الكل للطاقة تخطيط التجريب للطاقة تخطيط التفصيل للطاقة وبعدين رقابة الطاقة او رقابة المدخلات تعالوا بقى احنا نتكلم دلوقتي عن التخطيط التجريبي للطاقة يعني ايه تجريبي ما احنا قلناها واحنا بنعمل الجدول ان احنا بنقارن الكمية الانتاج اللي نزلت في الجدول مع الطاقة لو كمية الانتاج على قد الطاقة نافذ لا أقل من الطاقة أو أكتر أسف من الطاقة يبقى لا عدل جدولك بحيث تتمشي مع الطاقة وعشان كده الاتنين مرتبطين ببعض الهدف منها زي ما احنا قولنا بالأول خالف ان احنا ما نحملش أزيد من اللازم أو أقل من اللازم ونسلم في المعاد الكلام اللي احنا قولنا عليه أول مرة عندنا مثال في الكتاب مثال رقم 1 326 مثال رقم 1 صفحة 326 بيقول انه كانت كمية الانتاج بالجدول الرئيسي للمنتجين ألف وابه يعني هو المديني الجدول الرئيسي للمنتجين ألف وابه لفترة ستة أسابيع في الأسبوع الأولاني في الأسبوع الأولاني المنتج ألف الأسبوع الأولاني والتاني مش حنتج في الأسبوع الثاني والرابع والخامس والسادس في كل أسبوع خمسين المنتج به حنتج منه في الأسبوع الأولاني ستين مش حنتج منه في الأسبوع الثاني المنتج التاني في الفتر المنتج به ده حنتج منه في الثالث والرابع ستين في كل فترة مش حنتج في الخامس حنتج في السادس ستين الكميات التي نزلها في الجدوى ديه كميات إنتاج هو الطاقة دايما تتحسب بساعات عمل إما تتحسب إنتاج علشان المنتجات هنا غير متجنسة فحسب الطاقة بساعات عمل فحسب الطاقة بساعات عمل فبيقول لي إذا علمت أن الطاقة المتاحة بالمركز 100 ساعة عمل أسبوعيا وكان زمن إنتاج الوحدة من المنتج ألف تسعة من عشر ساعة ومن المنتج به واحدة ستة من عشر ساعة المطلوب الكميات اللي نزلة في الجدول دي احسب حتاخد مننا وقت عديه وقارنها مع الطاقة ويترى الجدول ده اللي حعطوه ده اللي اتعامل ده يتوافق مع الطاقة ولا لا فإذا كان يتوافق خلاص حننفذ وإذا كانت الطاقة غير كافية فعمل لنا تعديل في الجدول فإحنا الأول هو الطاقة اللي نزل في الجدول بالوحدات وإحنا قلنا الطاقة محسوبة بالساعات يبقى نخليهم متجنسين فنروح نحول وحدات الانتاج دي إلى ساعات عمل نحول وحدات الانتاج إلى ساعات عمل فبيقول لي احسب إجمال الساعات اللازمة للانتاج عشان العرقام متشبه هنحسب لوحدة وحيمشي للباقي فإجمال الساعات اللازمة للانتاج هي عبارة عن الكمية اللي نزلة في الجدول مضروف في زمن انتاج الوحدة كمية الانتاج اللي نزلة في الجدول معطيات زمن انتاج الوحدة معطيات هذه بالنسبة للمنتج ألف كمية الانتاج خمسين فيهم كلهم في كل واحدة خمسين في الأربعة السابية في زمن انتاج الوحدة 9 من 10 يطلع 45 ساعة بالنسبة للمنتج بها كمية النسبة للجدول 60 في كل أسبوع زمن انتاج الوحدة زمن انتاج الوحدة 61 من 10 اضربهم يطلع 96 ساعة ده اللي هو ايه عشان يبقى حولتنا المنتجات الى أزمنة عشان تبقى ماشية معطاقة اللي هي بالأزمنة نروح بالخطوة اللي بعد كده بنعمل جدول صورة جدول التحميل او صورة التحميل في الجدول تحميل مش التجميل صورة التحميل في الجدول بالشكل فانا اخوة هو نفس الجدول اللي مدهولي في الكتاب بس بدلا ما كان معطيه ليا هو بمنتجات انا حولتها الى أزمنة فهدي الأسبوع اهو هدي الأسبوع الاولاني والتاني مش هينتج فيهم لكن في الأسبوع الثالث والرابع والخامس والتاني كان 50 واحدة 50 واحدة 50 واحدة 50 واحدة خولناهم لساعات عمل يبقى عايزين لألف 45 ساعة 45 ساعة 45 ساعة 45 ساعة وبالنسبة له ها نحولناه فطلعت زي ما انتشايف كده اصبح دلوقتي متجانس بقى لأن هذه ساعات عمل فنجي في الأسبوع الاولاني هاو الإجمالي مفيش هنا وفي 96 يطلع لجمالي 96 ساعة هنا مفيش يبقى صفر هنا 45 و 96 دي ساعات لكن عندما كانت منتجات 50 و 60 ما ينفعش أجمعهم لأنهم غير متجنسين عشان كده حولتهم لساعات عمل فجمعتهم طلعوا 141 141 145 141 فلما نيجي الطاقة طيب عندنا كام هو الطاقة ثابتة زي ما شرحنا في أول محاضرة طاقة ثابتة في الكل طاقة ثابتة 100 100 100 100 طيب إحنا لما نشوف المنتج ألف الإجمالي بتاعه 445 180 المنتج به 496 384 المجموع هيطلع 564 مجموعة الطاقة اللي عندي 600 كإجمالي طاقة 600 تكفي لأنها أكتر من أكتر من ساعات العمل لكن إحنا ما بنحسبش على الإجمالي أنت بتقارن كل فترة لوحدها تقارن كل فترة لوحدها لأن في فترة ممكن فيها الطلب أكتر من اللازم أو أقل من اللازم فهنا مثلاً الإجمالي المطلوب 96 ساعة الطاقة 100 هنا في وفرة أربع ساعات هنا ما فيش شغل خالص عاديم من غير شغل هنا الطاقة 100 لكن المطلوب 141 وهنا 141 ده أزيد هنا الطاقة 100 لكن مجالي الشغل الخبير 45 إذن أقل فإحنا بنقارن فترة فترة يبقى إذن النتيجة إيه؟ النتيجة والله هنا طاقة عاطلة والنتيجة هنا في طاقة عاطلة النتيجة هنا في في 3 و 4 و 6 في طلب أكثر من اللازم يبقى نعمل إيه؟ لما تيجي تبص لها كإجمالي آه إجمالي يكفي لكن كتفصيلي ما يكفيش إجمالي يكفي أهو الستمية ودي خمسمة واربعة وستين لكن على مستوى التفاصيل لا فيه حاجات أزيد وفيه حاجات أقل فالتخطيط التجريب للطاقة بيعمل عملية الموأمة دي بيعمل عملية الموأمة دي يقول لك زبطها عشان ما تخل ما تجيش في فترات تتشغل إضافي وفترات قاعد من غير شغل تنزبطها جزي هنعدل الجدول هنعدل إيه؟ إن إحنا هنا ده زياد أو هنا ده زياد طب ما ناخد الزيادات دي ننتج على الأد أيوة بس لما تنتج على الأد لما تيجي تنتج على الأد أنت في هذه الحالة أنت لما تيجي تنتج على الأد اللي هو مية طب ما هنا فيه زيادة أو هنا فيه زيادة طب نعمل إيه؟ قالوا والله شوف إحنا هناخد مثلا ده 96 نشيلها نجيبها هنا نشيلها نجيبها هنا في الفاضي ده عشان نضمن شو يبقى أصبحت هنا فاضية هتتشال دي ولكن فيه 45 45 أقل من المية بكتير طب نعمل إيه؟ نضم معاها دي يبقى ناخد دي ودي هم الاتنين ننتجهم هنا دي هنشيلها من مكانها مرة تانية هنشيل دي من مكانها نجيبها هنا وعصبحت فاضي 45 ودي 100 ف45 لا لسه فرق كبير قوي طب نعمل إيه؟ نجيب معاها دي 45 و45 وعصبحت 90 من المية عاد كافي فدي تشالك برضو بقى يدي 96 من المية شوف كده هذا المنتج ألف وهذا المنتج بي في الفترة الأسبوع الأولاني زي مهو 96 دا المعطية دا 96 في الأسبوع الثاني هناخد زي مهو 96 دي ننقلها نجيبها هنا شوف 96 دا الإجمالي طبعا 96 96 96 والطاقة 100 يعني الفرق بسيط 4 في الأسبوع الثاني هناخد 96 دي نجيبها هنا اهو اهو 690 شيلناها بعد أن كان الرقم هنا بقى فاضي دلوقتي جيبناها هنا 96 هيطلع بقى الإجمالي 096 96 الطاقة 100 فرق بسيط هنا بقى الـ 45 بقى زي ما هي اهو بقى 45 زي ما هي طب 45 دي اللي هي زي ما هي وهنا الطاقة 100 يبقى فرق كبير قوي فعشان كده روحنا ننقلين دي أنتجناها معاها 45 و45 أصبحت 90 وهنا طبعا دي تشالت من قبل كده يبقى 90 والإجمالي 100 الفرق بسيط 45 دي تشالت من هنا لكن 96 بقى مكانها إجمالي 96 من المية ودي 45 و45 90 وهكذا تبصت لا احنا عملنا توفيق بين الانتاج والطاقة بحيث ما زي ما قلنا أول مرة من المرات بحيث لا يكون الانتاج أكبر من الطاقة زي ما هو موجود هنا أو أقل من الطاقة بكميات كبيرة زي هنا وزي هنا فاحنا عايزين نخليها ايه نعمل لها عملية تمهيد عشان نحقق التوافق ونتحمل شيء تكاليف دا كان آخر حاجة في محاضرة النهاردة شكرا لكم ودعواتي لكم بالتوفيق والنجاح إن شاء الله ونلتقي بكم إن شاء الله في المحاضرة اللي جاية شكرا مع السلام